موسيقى موسيقى لا يوجد جهد للحياة لنضعه في الزنقاء لا يوجد أن نتخلص مغلب الناس مرأة لها 80 عام وعند تشد لطخة لها ألف درهم لن تخلص أنا ربط بيت رجلي يبيع طريفة لها في الزنقاء لن تخلص موسيقى معنى درية مطلقة عندها أخوها مريض أبها ألزايمر كي يخرج كتبعه ربط بيت لن تخلص وقاتلنا السيدة اللي في الجماعة الحضرية قلت لنا سنقضي ثلاثة المليار سنوقف مع الناس ونقضينا غير الوعود الكاذبة لا نتحجف هذا ذكرة ليلها إلا الله محمد رسول الله تم الهدم الدار دينا مؤخرا بشارجوج ودار دينا أصلا أبن عن جد وارتينها وإذا بدك الدار ربينا عليها الكبداء وعندي فيها ذكريات كان فيها بجد الله يرحمه وكان فيها الأب يعني يا أخي الكريم سنوات نشأنا فيها وطربينا فيها قلت لك خلينا فيها ذكريات جميلة وذلك الدار ملت نزعات لنا الملكية لدينا تيتر وأبردوسة جفة من دوسية 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 نحن تعرضنا للتشريد يا أخي الكريم تعرضنا للتشريد تعرضنا للقمع لذلك هذه الحالة النفسية التي أصلت لها السبب القائد السابق الملحقة الإدارية بصمارة ولا أعطى تعليمته ولا أعطى الأمر بالإخير الساكنة منهم الجيران الله أكبر الجيران لا تقمعه كيف لا نريد أن نريد أن نريد أن نريد أن نريد أن نريد أن نريد الحالة هؤلاء واحدة يضرب الزيارة لا يمكن وقد أردت صحيحة سيدي رجعت الخبرة وكيف قالوا بأن هذه الخبرة تقدر تقدر تدويرها فأنا كان طالب بالحق ديالي يرجع لي لا أقل ولا أكثر حقي وحق أخوتي وحق موحق جيراني بصفة عامة والنداع كان وجود صاحب الجلالة نصر الله يعني شوف لنا هذا المنظور هذا الأمر الذي زعزع الكيان ديالي حقيقة مرت فيها نفسي نية الحقيقة والله هذا الشيء أنا مرتني الحقيقة هذا الشيء اللي أريد أن أقولك أنا وكنتمنى أنا كنتمنى من الله تبارك وتعالى نصرنا على القوم الضالمين